يستعنى في الاهل اليوم تدريباته استعداداً للمواجهة تاسمبا التنزاني في أولى مباريات الدور الإفريقي لكرة القدم بطولة السوبرليج اللي تم استحداثها خلال الفترة الأخيرة وتقرر رسمياً إقامة النسخة الأولى في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر النهاردة بداية التدريبات بعد راحة سلبية لمدة 6 أيام منح مرسل كولر للعبين والجهاز الفني في ظل عدد من المباريات اللي استهل بها الاهل مشواره خلال هذا الموسم السوبر الإفريقي أمام الاتحاد العاصمة في المملكة العربية السعودية مباراتين في دوري أبطال إفريقيا مباراتين في الدوري العام تأجيل مبارات سيراميكا كيليو باترا نتيجة ارتباط الأهلي بلقاء في الدوري الأبطال بسبب تأجيلها نتيجة مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي وبالتالي الأهلي حتى الآن لعب ما يقرب من حوالي 5 مباريات رسمية خلال الفترة الحالية وبيستعد إن شاء الله للفترة القادمة وعندنا بطولة السوبر ليك في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر النهاردة بداية التدريبات والنهاردة الأهلي بيستعد في ظل غياب 17 لاعب عن قيمة الفريق في التدريبات اليومية لحين انتهاء الأجندة الدولية والغيابات ما بين لعبين في المنتخبات الوطنية في الأجندة بتاعت شهر أكتوبر أو لعبين كان عندهم إصابات في الفترة الأخيرة وبالتأكيد عندهم برنامج تأهيلي لحين تماثل أحدهم أو جميعهم خلال الفترة اللي جاي عشان يشاركوا مع الأهلي إن شاء الله في المباريات المقبلة فبالتالي العلوان الرئيس النهاردة بالنسبة لنا إن الأهلي بيستعد في التدريبات في ظل غياب 17 لاعب احنا لو بنتكلم عن السبعتاشر لاعب أولا فيه سبع لعيبة في المنتخب الأول بجانب حمزة علاء لاعب الأهلي المتواجد حاليا فيه المنتخب الأولمبي وبالتالي بالإضافة لذلك غياب علي معلول وأليو ديانج موجودين مع منتخبات تونس ومالي في الأجندة الدولية وفيه سبع لعيبة بيغيبوا عن التدريبات بسبب الإصابة واستكمال البرنامج التأهيلي ربيعة عشور ندفد كريمة فؤاد صلاح محسن عمر السلية محمود متولي فقال اللافعون مارس الكولر يعني التدريب النهاردة الحد الاتنين التلات منتكلم تدريبات لمدة 72 ساعة في غياب 17 لاعب نقدر نقول تدريب الأربع اللي الأهل هيسافر بعد التدريب مباشرة إلى تنزانيا السبعتشر دول ممكن يتم اختصارهم إلى ما يقرب من حوالي يعني 10 أو 11 لاعب لأنه هينضم سبع لعيبة من منتخبنا الوطني بالإضافة إلى أليو ديانج لكن المصابين مش عارفين ممكن مين يتمثل للشفاة خلال الأيام القادمة ممكن يلحق التدريبات مع الأهل قبل السفر إلى تنزانيا لكن المؤكد السبعتشر اللي غيبين هينضم منهم في تدريب يوم الأربع حوالي 7 أو 8 لاعب فبالتالي هيستمر غياب حوالي 10 لاعب عن التدريبات قبل السفر إلى تنزانيا علم علول هيلحق البعثة في تنزانيا إن شاء الله وهيصل قبل وصول الأهل بحوالي ساعة 2 ثلاثة وده كانوا أنها يعني المرة اللي فاتت في الحلقات السابقة أليو ديانج هيرجع من البرتغال على القاهرة هيلتحق ببعثة الأهل بعد ما يؤدي مباراة منتخب مالي أمام المنتخب السعودي لكن المصابين ربيعة يعني أتمنى أن يلحق التدريبات الفترة اللي جاية إمام عشور على فكرة هيكون موجود مع الفريق إن شاء الله فرح للتنزانيا هيكون في القايمة المختصرة الـ 23 من الـ 30 ولكن مشاركته من البداية من عدمها ده أمر يخص مرس الكرة ولكن على المستوى الاستعداد والتأهيل والشفاء من الإصابة إمام عشور بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله هيكون موجود مع الأهل خلال الأيام القليلة المقبلة ده جزء متعلق باستئناف التدريبات ترجمة نانسي قنقر